الأهل بيفكر في فترة جاية، الأهل بيستعد لإيه؟ عندنا مباراة غاية في الأهمية بكرة أمام المقصة مباراة في إطار بطولة الدوري مع فريق مميز فريق قوي عنده جهاز فني محترب مهمة قوي قوي أن أنت تكسب المباراة دي لعدة أسباب أهمها أن هي قبل نهاء دوري أبطال أفريقيا مباشرة فبالتالي أنت تكسب فبتأخذ إيه؟ تلات نقاط وبيبقى معنوياتك مرتفعة فبتبقى مستعدة بشكل جيد للمباراة النهائية صعبة جدا أمام كايزر تشيفز ومش هتكلم عن كايزر تشيفز الوقت لأنه مش ده وقته إحنا نركز في مباراة بكرة وبعد كده إن شاء الله نكسب بكرة ونفكر في مباراة كايزر تشيفز بمناسبة مباراة بكرة المعادة عدل خلاص بقى بدل مكانة المباراة الساعة 5 بقت الساعة 7 مساء على استاد الجيش بالسويس وإن شاء الله الأهل يكون موفق في هذه المباراة مباراة صعبة بكل تأكيد ومهم جدا أنت تحاول وتواصل حصدك للنقاط عشان توصل لمكانك الطبيعي كمتصدر لبطولة الجدول وبطولة الدوري أو جدول بطولة الدوري العام وده أمر مهم جدا وبيشتغل عليه بشكل كبير جدا النادي للأهل نتمنى كل التوفيق للفريق بإذن الله خلال استعداداته وبالمناسبة في مران بيجرى في هذه اللحظات ومران الأخير بالنسبة للفريق بعد مباشرة هيتامل إعلان القايمة الخاصة بالأهل لمباراة بكرة ويتحرك الفريق لمدينة السويس عشان يستعد استعدادات النهائية لمباراة الغد بإذن الله طيب دي أهم الأمور